وصفتي اليوم ان شاء الله رح تكون اطيب حلو لنزا طبعا هذا الحلو شفت كثير في محلات الحلويات وحبيت اليوم اني اشارك الوصفة معكم ما شاء الله الطعم طبعا اليوم ان شاء الله رح اعمله بطريقة جدا ناجحة وان شاء الله رح تزبط معكم تابعوا الفيديو وتعالوا نشوف طريقة العمل اول اشي هون رح نحضر للقطر رح نحتاج كاس من السكر ورح نحتاج كمان هون اقل من كاس من المي احنا هون بدنا القطر يكون معنا خفيف رح اترك السكر عندي هون حتى يذوب تماما بعدها رح انزل نصف معلقة صغيرة من عصير الليمون بوط الغاز وبترك السكر تقريبا هون مدة عشر دقائق وبعديها بخليه على جنب حتى يبرد الخطوة البعدي هون رح نحضر للقشطة رح نحتاج ستمية وخمسين ميل من الحليب السائل يساوي عندي كاستين ونص رح نحتاج كمان هون خمس ملعق كبار من النشا معلقة النشا عنه هون لازم تكون مليانة ورح نحتاج كمان هون معلقتين كبار من الكريم البودرة اي نوع متوفر عندكم طبعا هون طبقة القشطة ما رح احط لها سكر رح اكتفي فقط في القطر والسكر رح يكون كمان معنا بالعجينة طبعا هون حركت المكونات على البارد بعدها حطت طنجرة على الغاز نستمر في التحريك حتى يذقل عنه الخليط اول ما اشوف عندي هون خليه تبلش يذقل بوط الغاز وبتركه يغلى تقريبا مدة دقيقتين وبعدها بطف الغاز وبخليه على جنب رح نحضر هون للمواد الجافة رح نحتاج كاسة وثلاثة ربع الكاس من الطحين ورح نحتاج كمان هون كاستين ونص من جوز الهند طبعا بالقرام يساوي عندي 250 قرام من جوز الهند و250 قرام من الطحين بخلطهم هاي الوصفة ما بدها بيكينج باودر يعني ما تحطوا لها بيكينج باودر هلو هون رح نحتاج طبعا بخلي المواد الجافة على جنب رح نحتاج هون 250 قرام من الزبدة تكون عندي بدرجة حرارة المطبخ ورح نحتاج كمان هون كاس ونص من سكر بودرة طبعا لازم هون تستخدموا سكر البودرة السكر كمان هون يساوي عندي 250 قرام بخفقهم كثير منيح مع بعض حتي يصير عندي القوام الكريمي طبعا هون انا نزلت الاطراف ورح نزل هون ثلاث حبات من البيض نزلت البيض هون حبة حبة الافضل عنا هون يكون البيض بدرجة حرارة المطبخ ما تنزلوه بارد حتى انها ما تفصل معكم طبقة الزبدة برجع هون كمان بنزل الاطراف طبعا الاطراف ضروري انكم يتنزلوهم ورح ارجع اخفقهم شوي رح ارجيكم عندي هون القوام النهائي هيك عندي القوام كثير ممتاز هلو هون رح اشيل الشبك ورح انزل المواد الجافة لخلطتها في البداية وبعدي هون رح انزل نص مالقة صغيرة من الملح وباستخدام اداة التقليب رح اقلبهم كثير منيح طبع رح اقلبهم حتى تتجانس عندي كل المكونات بالنسبة لقوام العجينة بكون عنا قريبة كثير لقوام الكيك الانجليش كيك القوام الكثيف رح ارجيكم هون القوام طبعا هون رح انزل الاطراف هيك عندي القوام كثير ممتاز رح اشيل هون تقريبا ربع الكمية حطيتها بكيس الحلواني حتى ازين الوجه فيها اخر شي هون رح نحتاج معلقة كبيرة من السمنة بالنسبة للصينية استخدمت صينية بمقاس 35 سانتي ممكن تستخدموا حط مقاس 32 طبعا هون نزلت كل كمية الخليط و رح اوزحها لما تجي توزوها بالصينية حاولوا انكم ترفع الطرف عشان طبقة القشطة انها ما تكون على طرف الصينية هلو هون طبعا نزلت القشطة القشطة قبل ما انزلها خفقتها منيح و بعدها نزلتها رح احاول هون اوزحها لكل الصينية و ابعدوا كمان هون عن الاطراف هون باستخدام كيس الحلواني زي ما حكتلكم رح نزيني الوجه بالنسبة للكيس ما تفتحوا كثير خلوا الفتحة تكون معكم صغيرة حتى يكون الخيط اللي عم بينزل معكم رفيع يعني الخيط حاولوا انه ما يكون معكم خميل طبعا بتكون ارتب وقت التقديم عملت انا هون خطوط في الطول بعدها عملتها بهاي الطريقة الكمية اللي ظلت معي حطيتها على الاطراف وبهيك عندي الصينية صارت جاهزة هلو هون رح ادخلها الفرن بالنسبة للفرن رح يكون عنا الفرن حامي على درجة حرارة 190 في حال كان فرنكم حامي بتخلوه على درجة حرارة 180 كيف بتعرفوا انها استوت معكم لازم الاطراف تأخذ معكم لون ذهبي شوي غامق طبعا هون اول ما احدث معي لون الذهبي شغلت الشواي شوي من فوق وبعديها طلعتها طبعا هون اول ما طلعتها شربت القطر البارد تقريبا عندي هون القطر اخذت مني نصف كاسة اذا بتحبوا اكتر اكيد برجع لكم بالنسبة للتزين هون طبعا زيانتها بالفزدق الحلب المطحون وكمان هون زيانتها بالكرز الخاص للحلويات واكيد التزين دوق شخصي هلو هون رح اتركها تبرد ولازم تتركوها تبرد حتى تجمد معكم طبقة القشطة انا هون تركتها تقريبا مدة ساعة بعدها قدمتها اذا حابين تقدموها لأهل البيت ممكن تقدموها سخنة بس الافضل انها حتى تمسك معكم طبقة القشطة انكم تتركوها ساعة ما شاء الله طعمها صراحة انا متوقعته هيك طعمها جدا شحي طبعا هاي الوصفة من الوصفات الكثير طيبة بأيام الشتوية جربوها واعطوني رأيكم فيها وهي وصفتنا لليوم اذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي الاشتراك فيها تفيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا للحسن المتابعة معكم علا طشمان من قناة اطيب الوصفات يومي